في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن تجلط الدم عند الحامل ما هي علامات تجلط الدم وما هي المضاعفات لحصول تجلط الدم عند الحامل وما هي عوامل الخطر وما هو علاج تجلط الدم عند الحامل تابعونا للنهاية فالحلقة مهمة جدا يقوم الدم بالعديد من الوظائف المهمة في الجسم ومن هذه الوظائف حركته باستمرار في الجسم طوال فترة الحياة ويستطيع الدم إضافة لذلك إيقاف النزيف عند حدوث إصابة معينة أو جروح ذلك ما يسمى بتجلط الدم وتعتبر هذه التجلطات صحية عندما تمنع الجسم من خسارة كميات كبيرة من الدم في حالات النزيف ولكن عندما تتكون في أوقات لا يحتاجها الجسم فيها قد يؤدي ذلك إلى احتمالية الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية وتزداد احتمالية تجلط الدم عند المرأة أثناء الحمل وذلك لأن جسم الحامل يحاول حمايتها من النزيف المتوقع عند الولادة وقد تتكون هذه التجلطات في أماكن معينة في الجسم منها التجلطات التي تحدث في أوردة الساقين أو التجلطات التي تحدث في منطقة الحوض ومن الجدير بالذكر أن نسبة الإصابة بتجلط الدم أثناء الحمل هي واحد إلى إثنان من كل ألف مرأة حامل وإن معظم هذه الحالات تحصل في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل أو خلال الستة أسابية التي تلي عملية الولادة وتختلف العلامات والأعراض المصاحبة لتجلط الدم وهذا تبعا للمنطقة المتأثرة بهذه التجلطات وفي التالي بيان لأهم الأعراض والعلامات المصاحبة للتجلطات أولا تجلط الدم في الساق أو اليد يصاحب هذا التجلط انتفاخ في المنطقة بالإضافة إلى الشعوب بالألم والسخونة كما يصبح لون الجلد مائلا للون الأحمر ثانيا تجلط الدم في القلب يصاحبه الشعوب بالألم والسقل في الصدر بالإضافة إلى ضيق التنفس والدوار ثالثا تجلط الدم في الدماغ ومن علاماته الصداء الشديد ووجود صعوبة مفاجئة في النطق أو الرؤية رابعا تجلط الدم في الرئة وهو ما يدعى بالانصمام الرئوي ويصاحبه ضيق التنفس المفاجئ والألم في الصدر وتسارع في نبضات القلب كما قد يظهر الدم أثناء السعال ويؤدي تجلط الدم عند الحامل في بعض الحالات إلى حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر في صحتها أو في صحة الجنين ونذكر فيما يلي عدد من أهم هذه المضاعفات أولا تجلط الدم في المشيمة تتكون المشيمة داخل الرحم وتقوم بإمدادات الجنين بالأكسوجين والمغذيات عن طريق الحبل السوري ويؤدي تجلط الدم في المشيمة إلى انقطاع هذا الإمداد عن الجنين في بعض الحالات مما يشكل خطورة على صحته ثانيا تخلف النمو داخل الرحم وهي حالة تتسبب بضعف وعدم اكتمال نمو الجنين في داخل الرحم ثالثا إصابة الأم بالنوبة القلبية وتحدث النوبة القلبية عند تجلط الدم داخل القلب وما يتبعه من انقطاع للدم والأكسوجين مما قد يتسبب بضرر دائم في عضلة القلب أو حتى الوفاء رابعا فقدان الحمل ويحصل ذلك قبل إتمام الجنين لأسبوعه العشرين داخل الرحم خامسا الولادة المبكرة وهي الولادة التي تحصل قبل إتمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل سادسا إصابة الأم بالسكتة الدماغية والتي تحدث عند تجلط الدم في أحد الأوعيات الدموية المغذية للدماغ مما يؤدي إلى تضرر جزء من الجسم أو وفاة المريض وتسبب الحمل والولادة بحدوث السكتات الدماغية عند ثمانية من كل مليون امرأة سابعا إصابة الأم بالتخصر الوريدي حيث يحدث في هذه الحالة تجلط للدم في أحد الأوعيات الدموية وقد يحدث ذلك في عدة أماكن من الجسم وأكثرها شيوعا هي التخصر الوريدي العميق وتقدر الإشارة إلى أن التخصر الوريدي العميق هي حالة خطيرة من التخصر في أوردة الساق السفلة أو الفخز أو الحوض أو الذراع وقد ينتقل التخصر إلى أحد الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الرئتين مما يؤدي في هذه الحالة إلى الإصابة بالإنصمام الرئوي والذي بدوره يتسبب بتضرر الرئتين وأعضاء أخرى في الجسم بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم ويتبر الإنصمام الرئوي هو حالة طبية تستدعي العلاج الفوري حيث إنها تشكل خطورة على حياة الأم ثامنا إصابة الأم بمقدمات الإرتعاج وتطبع مقدمات الإرتعاج إحدى المضاعفات التي تحصل أثناء فترة الحمل كنتيجة لعدة مسببات منها نقص تدفق الدم إلى الرحم أو مشاكل في جهاز مناعة أو تلف الأوعيات الدموية وتؤدي الإصابة بهذه المشكلة إلى الارتفاع ضغط الدم وتوقف عمل أعضاء أخرى في الجسم أحيانا مثل الكبد والكلا وتظهر هذه الحالة في العادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل ويصاحبها عدة أعراض وعلامات منها الصداع الشديد وألام في منطقة البطن والشعوب بالغسيان وزيادة البروتين في البول ويوجد عدد من العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بتجلط الدم أثناء الحمل وفيما يلي بيان لهذه العوامل أولا الإصابة المسبقة بتجلط الدم ثانيا العوامل الجينية ثالثا السمنة الزائدة رابعا الجلوس وعدم الحركة لفترة طويلة وقد يحدث ذلك أثناء الصفر لمسافات طويلة خامسا الحمل بتوأم سادسا عمر المرأة الحامل إذا تجاوزت الحامل سن 35 عاما سادسا المعاناة من أمراض أخرى مثناء السرطان أو العدوى سابعا التدخين أو التعرض للتدخين السلبي سابعا الخضوع للولادة القيصرية ويتم علاج تجلط الدم عند الحامل باستخدام الأدوية المضادة للتخثر حيث تمنع من تكون تجلطات الدم كما قد تفيد الكمادات الساخنة في التخلص من التجلطات القريبة من سطح الجلد وتوجد عدة نصائح يمكن تقديمها للأم للوقاية من خطر حدوث التجلطات أثناء الحمل ومن أهمها عدم الجلوس لفترة أطول من 20 دقيقة عند السفر لمسافات طويلة واتباع حمية غذائية تقل فيها كمية الملح المتناولة حيث أن الملح يساهم في انتفاخ الجسم كما تنصح الحامل بتجنب الجلوس بوضع ساق فوق الأخرى وعلم وضع وسادات أسفل الركب أثناء الاستلقاء